أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص مصر على تعزيز علاقات تعاون المشترك في مختلف المجالات بين مصر والدول الإفريقية جاء ذلك عقب أن شهد رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس غينيا الاستوائية توقيع مذكرة تفاهم في مجال الدراسات الدبلوماسية كما شهد الجانبان توقيع اتفاق بشأن الإعفاء المتبادل من اشتراطات التأشير لحاملي جوازات الصفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة بين وزارة الخارجية المصرية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والشتاد بجمهورية غينيا الاستوائية كذلك شهد الجانبان توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني والتبادل المنتظم للخبرات ترجمة نانسي قنقر